رصت له ثلاثية جيدة عن الصداقة يقول أن الصداقة منفعة وصداقة متعة وصداقة فضيلة أما المنفعة تنتهي بانتهاء المنفعة والمتعة تنتهي بانتهاء اللذة وصداقة فضيلة هي التي تستمر ويقول أن أعلى هذه الصداقات هي أن تستمع الثلاث منفعة ومتعة وفضيلة بكر بوزيد رحمة الله عليه أظن له تعليق على هذا يبدو لي أن في شرح الحلية أو كذا فيها بن قيم رحمه الله ذكرت ثلاثة أنواع للصداقة أن هناك من هو كالغذاء لا بد منه وهذا الصاحب الذي يعينك على الخير ويدلك عليه ويهديك في الطريق وهناك من هو كالدواء تحتاج إليه في أوقات دون أخرى وهناك من هو كالداء هذا لا بد أن تتخلص منه فهذا التقسيم أيضا مفيد جدا في معرفة أنواع للصداقات الغزالي له أيضا تقسيم رباعي قسمها بالثمر والظل وقال أن هناك من يشفع من الصداقات من يشفع ولا ينفع من ينفع ولا يشفع من ينفع ويشفع من لا ينفع ولا يشفع فلا ظل ولا ثمر مثلا قسمها أيضا في حياء علوم الدين فهذا أيضا أحد أنواع الصداقات